النهاردة هنكمل محاضرتنا او مجموعة المحاضرات اللي بنعملها من قبل شهر رمضان وهو health A to Z او صحتك الف للياء. النهاردة موضوعا عن التهاب الزايدة او الابندسايتس موضوع كلكو اكيد سمعتوا عنه ولو حتى اسما مش بالضرورة تكون تضريته بيه وان شاء الله ما تتضروش بيه بس هنتكلم عليه ببساطة كده نفهم شوية ايه يعني ايه مرض الزايدة او التهاب الزايدة لانه هو في الاصل هو التهاب. عشان نفهم الابندسايتس او آآ مرض الزايدة لازم نعرف هي الزايدة دي عبارة عن ايه? الزايدة هي زي ما معظمكم تسمعوا هي كيس مصغر كده موجود في آآ جزء من القولون بينزل من الجزء الايمن من القولون يعني من منطقة لو بصينا كده من خارج البطن مطرح موجودة السرة فلو مسكنا ايدينا كده على الجنب اللي ايمن من السرة المنطقة دي من القولون بيخرج منها كيس صغير كده حجمه ما اكملش ستة عشرة سنتي اسمه آآ الزايدة هو اسمه بالانجليزي ابنديكس وبالعربي هو الزايدة آآ مشهور جدا آآ انه ما بيقديش حاجة يعني معروفة في الجسم قوي فمش مش معروف له قوي الفانكشن بتاعه ولكن آآ للأسف ساعات بيجيله التهاب والتهابه في صورة آآ التهاب زايدة او أبندسايتس وده اعراضه معروفة جدا انه بيسبب واجعة في الجنب اليمين من البطن مطرح مكانه ولكن هو ليه كذا طريقة ظهور يعني مرض الزايدة عشان آآ ليه طريقة كده آآ كشف او ليه طريقة ظهور كده على البني ادم فعشان كده بنعمله محاضرة وهو الشهرة بتاعته ان الالم بيبدأ في منطقة السرة ثم يتنقل الى الجنب الايمن الى مطرح آآ مكانه كل ده سهل ومعروف مشكلة آآ مرض التهاب الزايدة هو خطورة ان الزايدة تلتهب ثم تنفجر وده ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا بالتهابات داخلية في الجسم وهو ده مشكلته عشان كده مهم جدا تشخيصه آآ بسرعة وتشخيصه مش صعب يعني مش هنقول انه هو النهاردة بقى تشخيص صعب لانه هو بيتشخص كده بسهولة جدا في اي استقبال وتوارئ يا من اعراضه ويا اعراضه بشوية كشفات زي السنار والاخره اعراضه المشهورة آآ شديد في جنب اليمين من الابدومن او جنب اليمين من البطن وبالاخص بداية الوجع من السرة ثم تنقله الى جنب اليمين الوجع آآ مشهور جدا بانه متعلق بالحركة يعني بيوجع في المش بيوجع في الكحة بيوجع في اي حركة عضلية للمعدة فهو مشهور بانه مرتبط بان المريض ما بيحبش يتحرك يعني عندك مريض ازاي ده ما بيجي الاستقبال من ضمن مواصفات المريض ده انه قاعد ما بيتحركش لانه اي حركة بتزود الالم آآ عكس مسلا المريض اللي عنده آآ حصاوي في الكلت ليه بيتنطط في قطة الاستقبال من كتر الالم آآ مريض ازاي ده لا ما بيتحركش ليه قاعد كده مجبوط فوق نفسه حتى النفس بياخده ببطء وبحرس جدا ثم الغسيان والترجية وآآ فقدان الشهية دي من علامات طبعا التهابات اي جزء في الكولون وبما ان الزايدة جزء من الكولون فبرده دي من اعراض التهابه واي التهاب في الكولون او اي التهاب عملا في الجسم بييجي معا فيفر او حرارة ونفس الشيء آآ مع التهاب آآ زايدة ممكن لو والالتهاب آآ طول شوية ييجي اعراض زي امساك او آآ اسهال او انتفاخات في في المعدة من يعني الاعراض اللي هي ممكن لو طولت شوية او لو الزايدة التهابت بجزء آآ او بت بطريقة بطيئة شوية مشاكل التهاب الزايدة هي حاجة اساسية وهو انه ممكن ينفجر وخطورة انفجاره انه يعمل حاجة اسمها بيريتونايتس او التهاب كامل في جزء كبير من داخل الامعاء ودي للأسف الشديد لو حصلت ممكن تؤدي الى خطورة على الحياة يعني اتز زي ما بيقوله في الطب دي من الحاجات الاساسية اللي حاجة ويمكن الحاجة الوحيدة لخطورة الزايدة عشان الواحد يكتشف زايدة معظم الدكاترة بتعرف آآ تكتكشف على الزايدة من الاعراض او على الاقل شكا انه زايدة من الاعراض لما المريض بيخش الاستقبال ودخل بالاعراض اللي انا قلتها دي اللي هو واجع في المعدة متنقل من السرة الى الجنب اليمين بحرارة بعدم حركة بغسيان وترجيع فدي بتبقى من شكها آآ انها هتكون مرض ازاي ده طبعا في امراض تانية شبيهة لل للاعراض دي ولكن مش هنجيب في سريتها النهار دي احنا مجرد بنوصف تقريبا كده الاعراض دي لما بتكتشف في الاستقبال بتكتشف الزايد. ثم بيتاخد طبعا آآ تحليل دم. تحليل دم بيبين على طول لو فيه التهاب ممكن يبين لو فيه زيادة في كرات الدم البيضة اللي هي مسؤولة عن الحماية والالتهابات. ساعد بناخد تحليل بول لو فيه امكانية مفيش بنخش على طول على السونار والاشعة المقطعية. في بعض الحالات بنخش بنعمل آآ ماجنتيك ريزنانس او ام ار اي ولكن الصراحة وشهادة لله معظم الكشف على آآ التهاب الزايدة ما بيحتاجش كل ده آآ كشفه سهل ومعظم الدكاترة بتعرف تكشف عليه. علاج التهاب الزايدة والله يبص هو بينقسم العلاج الى آآ شطين الشط الاولاني اللي هو شط الطبي وهو العلاج اللي هو آآ بنحاول نبدأ بيه وهو الانتبيوتك وعدم الاكل والشرب والصيام وكده شوف لو الالتهاب آآ راح. بس انا هقول ان اكتر من آآ آآ تسعين في المية في التهاب الزايدة بيحتاج آآ عملية جراحية والعملية الجراحية سهلة وبسطة جدا ما يسمى اللي هو او جراحة الزايدة دي النهاردة بقت جراحة آآ سهلة جدا جدا بتستخدم فيها المناظير ما بتستخدمش فيها آآ فتح بطن زي زمان الموضوع ما بياخدش اكتر من نص ساعة الى ساعة بالكتير ثم الزايدة بتتشال والمريض بيخف آآ مليون في المية بدون اي اعراض جانبية للعملية. آآ آآ عملية الزايدة ما بتحتاجش كمان تحضيرات قوي لان الالتهاب ممكن يجي مفاجئ فموظم المرضى اللي بيعملوا العملية بيعملوها كمان بدون تحضيرات. فهي مش عملية بيتخطط لها هي عملية بتتم في ساعتها مع المرض. آآ غير كده ازا كان في اي ابشاس ولا حاجة بيتشفت وبيتنظف الجارح وبيرجع المريض بعد كم يوم نورمال تاني. هل في اي حاجة ممكن احنا كبنيادمين نعملها لما نعان او آآ نمنع حدوث الزايدة. والله هو يعني للأسف ما فيش معينة اللي بيجيله زايدة بيجيله. احنا مش عارفين بالزبط هل هو بيصيب بعض الناس اكتر من بعض الناس ولا حتى لو كان في عوامل وراسية. ما فيش دراسات اتعاملت على الموضوع ده. معظم الدراسات اللي اتعاملت هو ما بعد العملية. يعني اللي بيشيل الزايدة بنطمئن ان هو ما يكونش عنده اعراض جانبية من بعد العملية. هل هي فيها ضرر? هل ممكن يصيب بامراض اخرى? لان احنا زي ما قلنا في اول المحاضرة مش عارفين بالزبط ازاي ده دي شغلتها ايه فبالتالي كمان لما بنشيلها ما زلنا لحد النهاردة مش عارفين بالزبط لو كان لها اصلا فايدة في الجسم ربنا ما خلقش حاجة ملهاش فايدة. ولكن اللي بنقوله للمريض اللي بيشيله ازاي ده انه يمنع بس اي اي النشاط جامد اي وانه اه ما يعملش شدة على البطن زي اي مريض عمل اي عملية جراحية في البطن زي الكيسرية وكده. فيه طبعا شروط الراحة اكتر من كده مش مش مطلوب منك. وطبعا الفالو اپ والشاك اپ عند الدكتور غير كده لأ عملية ازاي ده امنة جدا ومش محتاجة اي نوع من المتابع اكتر من كده. وباختصار هي حاجة بسيطة التهاب الزايدة بيتكشف عليه بسهولة والحمد لله علاجه موجود. وانا مش هطول في في الموضوع ده اكتر لانه فعلا مفيهوش مناقشة اكتر من كده. حبيت بس نتكلم عليه كلمتين كده ولو عندك اي اسئلة واقدر اجاوبها دلوقتي اتفضلوا شكرا لاستماعكو.